اهلا بحضراتكم من جديد والجزء الاخير من برنامج التريند واللي هنشوف فيه اخر الاخبار اللي كتبت في السوشيال ميديا وعلى كافة المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي البداية بتريند الاهلي وتصرحات همة جدا للأستاذ محمد الضماطي عضو مجلس ادارة النادي الاهلي نقلها او نقلتها ملعب القاهرة 24 ملعب القاهرة 24 على حسابه الرسمي على الفيسبوك نقل تصريح للأستاذ محمد الضماطي بيقول فيه مشروع القرن هو الحدث الاهم لجماهير الاهلي وخماسية سانداونز كانت صدمة كبيرة في تفاصيل التصريحات يمكن الاستاذ محمد الضماطي اتكلم على مشروع القرن وقال كل الامور مؤجلة للإعلان عن التفاصيل في المؤتمر مساء اليوم قال للثلاثاء والملف من الصغير على فكرة الملف كبير جدا وفيه تفاصيل كتير هيتم العرض وهيتم الشرح وهيتم الإعلان عنها خلال وقاء المؤتمر الصحفي وحتى واحد من عشر تفاصيل ممكن تعلم في هذا الامر الاستاذ مثلا استاذ محمد الضماطي وصف الموضوع في قصة الاستاذ انه بمثابة الحلم للجماهير الحمراء وهو كان واحد قبل ما يدخل مجلس دارة النادي الآلي كان واحد من مشجيع النادي الآلي وكان بيسافر دايما وراء فريق الكورة في كل المباريات وكان متواجد دايما في الدرجة الثالثة هو قال ده قبل كده في كذا مناسبة وانا حتى في مرة كنت متكلم معاقل من اهم الحاجات اللي احنا بنحلم بيها كاهلوية سوى احنا على في منصب رسمي او حتى بنشجع من برة ان يكون عندنا استاذ زي كل الفرق الكبيرة العالمية وهو طبعا مش كل الفرق في العالم عندها استاذات ولكن فيه فرق وفيه اندية ليها خصوصية لو بتتكلم على الريل بتتكلم على برشلونا بتتكلم على من يونايتد بتتكلم على الستي فيه فرق معينة كده على مستوى العالم نفسي او نفسنا في مصر يكون عندنا حاجة زي دي بتبقى خاصة بالنادي الآلي واعتقد يعني مشروع فيه شغل استثمار كبير جدا هيبقى فيه مكسب للجميع وان شاء الله بإذن الله نسمع كل التفاصيل النهاردة بإذن الله طيب حساب بطولات بيقولوا مصدر بالآلي البطولات توقيع غرامة مالية على محمد مجد أفشا مليون جنيه بعد تصريحاته الآخيرة دي تصريحات نازلة او ده خبر نازل على موقع بطولات حتى الآن طالما مفيش خبر رسمي موجود على الموقع الرسمي ولم يعلنوا الكابتن خالد بيبو هقدر اقول لحضراتكم ان الغرامة المالية والكلام ده عبارة عن اجتهادات الى ان يعلن النادي الآلي حقيقة هذه التفاصيل اللي ظهرت النهاردة طيب نروح كمان لحساب كورا بلس وبيقولوا قبل اجتماع لجنة التخطيط كولر يحدد اربع مراكز للتدعيم في الاهل بقال كتير بشوف وبتابع اخبار نازلة على اجتماعاتها التمة بين كولر ولجنة التخطيط الرجل جي اول امبارح واشتغل امبارح واشتغل النهاردة والناس عملا تتكلم ان كولر عايز يدعم في كذا مركز المراكز اللي مكتوبة النهاردة في كورا بلس بيقولوا الدفاع والوسط والمهاجم والظاهير الايصر واول امس لما قردت خبر على يلا كورا كان خريطة الصفقات والانتقالات الصيفية الاهل هيدعم في اي مركز فكان مكتوب خمس مراكز النهاردة كورا بلس بيتكلم على اربع مراكز عموما في النهاية لا كولر اجتمع ولا اللجنة حددت ولا في حاجة رسمية نقدر نتكلم عليها دلوقتي وكلهم هقول وعيد وزيد في نفس الكلام هنسمع كتير في القصة دي لغاية لما الدور يرجع او لما نقرب شوية من نهاية المسم كلال الايام القادم المصر الرياضي بيقولوا بفرامان من الخطيب الاهل يقرر التجديد لهذا السنائي طبعا تدخل في تفاصيل الخبر على المصر الرياضي هتلاقي ان الكلام هنا ان الكابتن محمود الخطيب وبالتنصيك مع كولر عايز يجدد لأحمد عبدالقادر وعلي معلول أحمد عبدالقادر بينتزر عودة أمير توفيق من سويسرا لأن أميرج على فكرة هم بيحضر دورة فيفا للمدراء اللي موجودين فيه合ği يعني كان المدير التنفيذي للسانداونز موجود المدير التنفيذي لشركة الأهل الكورى السانداونز كان موجود المدير التنفيذي والرياضي للادي التراج달� تونسي كان موجود هو ورشة عمل كده الفيفا عاملها على المستوى العالم والقرات كلها موجودة من خلال أندية البارزة اللي هي بتلعب في البطولات القرية فبعد مرجع من سويسرا هيكون في جلسة مع عبدالقادر عشان التجديد الأمر الثاني إن الكابتن محمود الخطيب أصدر فرمان بالتجديد لعلي معلوم بقول لحضراتكم في ملفات لها أولويات دلوقتي النهاردة في حدث تاريخي للنادي الأهل نخلصه أكيد هيبقى في اجتماعات على مستوى فريق الكورة وبعدها هيبقى في حاجات اللي النادي الأهل هيعلنها سواء لتجديد لعيبة أو لخريطة المسم الجديد اللي الأهل هيحضروا عشان موعيد القيد اللي تم تحددها خلاص بشكل رسمي هتكون في الجزء الأخير من شهر سبع حتى واحد وثلاثين تمانين نكمل مع بعض ونشوف اليوم السابع قالوا إن الأهل يراكب محمد كوناتي في مباراة بصر وبركينا بتصفيات المونديال وإن تساكر المباراة نفدت بالكامل طبعا كلام كتير أرنا الفترة الأخيرة على محمد كوناتي اللاعب المحترف في روسيا والمهاجم الأساسي لمنتخب بوركينا فاسو قدي الجمل وقدي الجمال كلام كتير كان بيتقال على صفقة مهمة الأهل هيضمها في الفترة جاية بلاعب أجنبي هو مهاجم منتخب بوركينا فاسو المطشم الخميس نتفرج ونشوف يمكن الصحافة أو المواقع أو السوشيال ميديا بعد ما تتفرج هي بنفسها تغير رأيها ولا تأكد كلامها أنا بقول لكم في موضوع الصفقات هتسمعوا كلام كتير قوي ولكن الحمد لله أحد الأسماء اللي اتطرحت بشكل كبير هتلعب في استاد القاهرة في تصفيات المونديال ما بين مصر وبركينا فاسو نتفرج ونشوف وبعدها هقول لحضراتكم المواقع قالت إيه هي هي اللي كانت بتقول جاي ولا هي هي اللي هتقول لا مش جاي خلونا ننتظر ونشوف سبورت 362 مصرية بيقولوا أكثر الحراسة تحقيقاً للكلين شيت خلال عام 2024 حتى الآن مصطفى شبير على القمة قدامنا يمكن مصطفى شبير عشرة عشرة كلين شيت بعده محمد عواد حارس الزمالك خمس مباريات كلين شيت بعده المهدي سلمان حارس مرمى الاتحاد السكندري أربعة كلين شيت ثم بعده أحمد الشناوي حارس بيراميدز أربعة كلين شيت أنا شايف رقم مصطفى شبير أفضل من جانب تاني كمان مش جانب من الرقم أنه ضعف عواد بخمسة لعشرة لا مصطفى شبير ما يلعبش من أول المسم مصطفى شبير لعب بشكل رسمي وخد مباريات رسمية وبقى في التشكيلة الأساسية بعد منافسات كاس الأمم بعد إصابة الشناوي فاحنا بنتكلم العشرة دول في المرحلة الزمنية ما بين فبراير حتى نهاية مايو في ثلاث شهور في كلين شيت للعب أو حراس آخرين سواء عواد أو الشناوي أو أحمد الشناوي ومهدي سلمان حراس دول بالعب من بداية المسم من شهر تسعة اللي فات فانا شايف رقم مصطفى لا يعني قد الأرقام التانية مئة مرة ولها معايير أفضل كتير لصالح مصطفى شبيرو نتمنى يا رب يستمر على هذا الأداء حساب الاتحاد الأفريقي دور الأبطال وكاس الكنفدرالية قالوا أفضل لاعب داخل القرى في عشرين تلاتة وعشرين طبعا بعد الجيزة اللي منحها الكاف في المغرب لبيرسي تاو فالنهاردة بكلمه عن أنه هو أفضل لاعب في القرى فيه خلال العام المنقضي وجابين صور لي وهو بيحتفل باللقب التالت لي في دوري أبطال إفريقيا خذوا بالكم بيرسي تاو واخد دوري أبطال إفريقيا ثلاث مرات مرة مع سانداونز 2016 على حساب الزمالك ومرتين مع الأهلي الموسم الماضي على حساب الوداد في المغرب والموسم الحالي على حساب التراجي التنسي في القاهرة فالحساب الكاف بيعمل احتفال لبيرسي تاو بما أنه طبعا كان آخر أفضل لاعب في القرى الإفريقية فيه مسابقات الأندية والجايزة اللي استلامها في حفل أقيم في مدينة مراقش في المغرب العام الماضي طيب كورة بلاصي بتكلم عن طاقم تحكيم نهائي دور السلة بين الأهلي والزمالك أنا عايز أقول لحضراتكم سوري الأهلي والاتحاد السكندري نده متعودين على مباراة أهلي والزمالك كتير ولكن في البسخة التحاد السكندري أكيد عامل مستوى جفير جدا لكن الفاينال أو نهائي دور السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري طبعا هو البست أوف فايف عايبقى فيه خمس مباريات عشان اللي يكسب تلت لقاءات يتوج ببطولة دوري المحترفين في كورة السلة أولا التلت مباريات الأولانيين يوم سبعة ستة يوم تسعة ستة يوم حداشر ستة دول أول معاد لتلت مباريات بالترتيب طبعا لو فرقة كسبت التلت مباريات خلاص يتوج بطل الدوري طب لو حصل تعادل في تلتاشر ستة اربعتاشر ستة الجولة الرابعة والخمسة يعني مثلا سبعة ستة الآهل كسب تسعة ستة للاتحاد كسب تس saudاشر ستة للآهل كسب يبقى لسه فيه جولتين لو تلتاشر ستة الآهل كسب يبقى تلتا واحد خلاص خد الدوري لو حصل تعادل لاتحاد كسب يبقى المتش الفاصلة هيكون يوم أربعتاشر ستة طب البطولة هتتلعب فين الاتحاد سيكان داري كان طلب من الاتحاد السلة اتحاد المصري ان المتشات يتلعب في صلة الساد القاهرة فاكرين طبعاً الحدث المؤسف اللي حصل في صلة دكتور حسن مصطفى من حوالي سنتين وعلى أثر هذا الحادث ستتوفى مشجع من نادي الاتحاد السكندري فكان الاتحاد اللي طلب أن البطورة تتنقل للساد القاهرة النادي الآل على فكرة اتخذ رأيه ووافق جداً ما عندهش أي مشاكل وهنا شايفين العلاقات الجيدة ما بين الإدارة الآل والاتحاد السكندري كان فيه تنصيق كبير ما بين الكابتن محمود الخطيب والأستاذ محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد وعلى هذا الأساس الاتحاد البسكت نقل المتشاط كلها تتلاحف في استاد القاهرة ابتداء من يوم 7-6 طاقم التحكيم هيكون أجنبي وهيكون من بورتوريكي روبيرتو فاسكويز ومعا حكم ملاتفيا مارتينيز كولوفيسكي ومواطنه آيس دون جاتيس سالنز دولا هيكونوا موجودين لإدارة نهاية دور السوبر السلة بين الأهل والاتحاد السكندري اللي اتحاد طلب تحكيم أجنبي فأسند المباريات لتحكيم أجنبي بالإضافة للمباريات هتتلعب في استاد القاهرة نتمنى التوفير رب للنادي الأهلي لتحقيق هذا الإنجاز الكبير استكمال الإنجازات التاريخية اللي هتكلم عليها النهاردة واللي منشورة في سبورت 360 واللي بيتكلموا فيها على قبل نهاية دور السوبر لكرة السلة اللي هتتلعب يوم 7-6 يوم 7-6 18 بطولة حققها الأهلي في ألعاب الصلاة الجمعية هذا الموسم موسم مميز للمرد الأحمر رجال الطائرة حققوا أربع بطولات سيدات الطائرة حققوا ثلاث بطولات رجال اليد عملوا الروبعية سيدات اليد حققوا الثنائية رجال السلة عملوا بطولتين سيدات السلة ثلاث بطولات 18 بطولة وفي انتظار التسعتاشر بإذن الله بعد مباريات الأهلي والاتحاد سكندري في صالة استاد القاهرة طيب نروح للترند المحلي والخبر المتعلق باليوم السابع ان طاقم حكام مباراة مصر وبركينة الطاقم الكيني هيصل اليوم إلى القاهرة ده الطاقم المتعلق بالمباريات التصفيات كس العالم نروح لحاجة تانية في الترند المحلي حساب بطولات على فيسبوك تصريح لرامي ربيعة قبل مباراة بوركينة في منافسات تصفيات كس العالم قال الأهل والزمالك حصد بطولتين دور الأبطال والكونفيدرالية وهذا دافع للعبين وان شاء الله ندافع عن اسم مصر نتمنى بالتأكيد تواجد الجماهير يدعمونا في مباراة مصر وبركينة ودير سالة بنوجهها لكل جماهير مصر احضروا مباراة مصر وبركينة يوم الخميس في استاد القاهرة الساعة عشر بالليل دعوة عامة لكل الجماهير المصرية لحضور المباراة طب نروح بقى للسؤال اللي طرحناها في بداية الحلقة توقعاتكم لتشكيل مصر أمام بوركينة سريعا عبدالله بيقول شبير هاني منعم رامي عمر كمال يعني في استقرار على الحارس والدفاع محمود أيضا بيأكد نفس الكلام شبير هاني ربيع عمر كمال مروان امام زيزو تريزيجي صلاح مصطفى محمد محمد رمضان بيقول مساء الخير شبير هاني ربيع عمر كمال ده جماعة الناس كلها ما بتغيرش العب في حارس المر موقعات الدفاع مروان امام زيزو تريزيجي صلاح مصطفى محمد نفس التشكيلة طيب أحمد عباس بيقول أنا من السودان ومتابع جيد لبرنامجك وبرنامج ملك وكتابة وبرنامج السادسة والمحترف لكابتن هاني رمزي سعداء بالتأكيد بمتابعتك أتوقع الشناوي محمد هاني منعم ربيع عمر كمال مروان اقرم توفيق امام عشور صلاح وتريزيجي ومصطفى محمد تحية ليك والجمهور الاهل العظيم السوداني محب للأهلي وأشجع المريخ السوداني احنا سعداء بيك يا أستاذ أحمد وسعداء بكل الأشقاء في السودان على حصهم على متابعة برنامج الترند ومتابعة كل برامي قناة النادي الآن في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وغدا لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج الترند شكرا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة